اخر حصة في البيولوجي خلاص كبرنا خلصنا البيولوجي سواء كانت في الانسان او في البلانت خدنا الانرجي وخدنا وكان الموضوع كل قصة اول ما ابتدينا كنتو رسا اطفال صغيرين اعطى اقول لكم يعني النيوتريشن وعدت الكلب النيوتريشن يعني الناكل والكائنات يا اوتوتروفك يا هتيروتروفك يبتعتمد على نفسها يبتعتمد على حاجات تانية وشارحت الوتوتروفك وشارحت الهيتيروتروفك وعرفنا ازاي بناك بعد كده ازاي ابزور بشان ازاي الاكل ده بيوصل للبلات في حالة الانسان وبعد ما وصلناه وخدنا الترانسبورت بالكامل خلصنا الترانسبورت ابتديت خدنا الطاقة بالتفصيل يبقى الموضوع كان كله حكاية اكل ثم توصيل الاكل ثم الطاقة اللي بنيكسبها من الاكل حين وبعدين دخلنا في اخر درس النفس خدنا الجزء بتاع الانسان ودلوقتي هناخد الجزء بتاع البلانت وبكده تبقى خدست قصة البول كترمي لطيف وسهل اوكي اوكي اوتعم هو البلانت بيتنفس او والله العظيم يا سبحان الله البلانت بيتنفس عادي جدا البلانت عادي جدا بياخد الكيميكال انرشي بتاعته وبيبقى مخزنها في شكل اورجانيك مولوكيول مليانة جوليكوز مليانة ايه يبقى البيلانت بيحتاج التنفس لأيه عشان العملية دي هي اللي بتديله طاقة الكيميائية يبقى التنفس بتاع البيلانت بيديله الطاقة الكيميائية بياخد الطاقة الكيميائية دي وبيخزنها بيخزنها في شكل ايه؟ ارجانيك مولوكيول حاجات عضوية اسمها جولوكوس اسمها ايه؟ ليه بقى ويقعد يخزنها 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 يقعد يعمل بريكنج تكسير للكربونات عشان يقدر بعد كده يعمل النشاطات بتاعته يبقى النبات بيتنفس تنفس كيميائي ازاي؟ والله حضرتك هو بيتنفس عشان يجيب طاقة كيميائية يخزنها في شكل مركب اسم المركب ده جولوكوس وبعد كده يقعد يكسر في الجولوكوس كتعة 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 ويعمل نشاطات مختلفة البلانتة حاجتين استهدى بالله استهدى بالله اصبر باس ما تخفش ايروبك رسبايريشان وانيروبك رسبايريشان ايروبك ده الانيرجي اللي بتخرج في عملية الاكسوجين او فيه اكسيديشن وفيه وجود اكسوجين طب انيروبك برضه منطلع طاقة بس من غير اكسوجين وقلت استهدى بالله ما تخافش الرسبايريشان في البلانتة قالك فيه اغلب البلانتة كل ليفنجي سل بيبقى ليها كونتكت مع الاكسترنال انفيرومنت كل خلية حية بتبقى قريبة من الاكسترنال انفيرومنت عشان كده بنبدأ نعمل جازز اكسيديشان وبيبقى الحوار ايه؟ ايزي ان الاكسوجين انسايد والكاربون دايوكسايد اوتسايد صعبة يبقى ده اغلب الرسبايريشان في الموست بلانتة احنا باشا جنب الاكسوجينة باشا والحوار سهلا باشا هلنغف شوية ونطلع شوية طب فيه بلانتات اسمها فاسكولار بلانت فيه بلانتات اسمها ايه؟ لازم الاكسوجين بيوصل من خلال طرق معينة زي لو النبات فيه ليف فالليف بيبقى فيها حاجة اسمها استومتا فيها حاجة اسمها ايه؟ الاستومت دي فتحات جوه الليف بتفتح فالاير بيانتر وبعد ما يانتر يدخل القوط جوه الليف وبعدها ديفيوز يبدأ ينتشر ويوصل للانتراسيرولاريسبيز بتاع النبات ويقعد يتحرك ويخش من السلممبرين ويدوب في المية اللي جوه البلانت صعبة ماشي بس حاسة ان الحوار مش باين حاسة ان انا هلاغبط ليه؟ سلينت اتديت الريسبيريشن وقلتلي دي طاقة كيميائية حلو بيخزنها البلانت وبعدها حرقتلي الجولوكوس فانا قلت ويا سبحان الله اكدتيش اكدتلي الشك بتاعي لما قلت ايروبك وانيروبك وبعدها روحت اقل لي التنفس ده بتاع الاكسوجين اما التنفس جوه الفاسكولار بلانت فبيبقى رقم واحد باللستومتر رقم اتنين بالفلايم ايه الفلايم ده حضرتك؟ الفلايم حضرتك اللي بينقل الاكل والشرب جوه البلانت الفلايم في اكسوجين بيبقى دايب في المية الاكسوجين اللي دايب في المية ده هيوصل للستيم ويوصل للروت عندك مشكلة؟ هو الفلايم ده حضرتك بيوصل منين؟ ما قلنا الفلايم من زمان بيوصل من الليف لبقية البلانت والفلايم ده بينقل ايه؟ الاكل والشرب والاكسوجين بقى؟ صح انت كده في المية تاني بينقل الاكسوجين برضه للستيم والروت تمام طيب الروت بقى بيكل الاكسوجين ازاي؟ قالك لا الروت الاكسوجين بيخش له من خلال انه بيدوب في المية وبس يبقى الروت ما بيتنفس ده تحت الارد ده تحت الايه؟ الارد فلازم يخش له من خلال المية من خلال الايه؟ الروت بيروح عنده حاجة اسمها الروت هير تروح ابزرب المية تروح ابزرب الايه؟ اللي بواها اكسوجين وكده الروت اتنفست طيب لو الستومتا اف جرين بلانت اندلنتايس اريني كراك ان بارك اف وود ستم يعني ايه؟ تلاقي فيه شجرات جواها السومتا وفيه شجر تاني جواها عدسات وفيه شجرة تاني خلق ربنا مشققه الشجرة تلايزت نفسها مقطع عليه عشان تدخل الهواء وبكده خلصت مداخل الهواء يبقى الهواء يبقى يدخل من خلال الستومتا فتحات بتدخل الهواء فالهواء يدخل في الانتراسيرولاريسبيس وبعد كده ينتشر ويفضل يعوم جوه البلانت بدخلال انه بيدوف المية الفلويم يدخل مع الاكل والشرب عادي ويروح للستام ويروح للروت الروت بيشرب الاكسوجين من خلال انه بيشرب مية وفيه كده كده في النبتة بيبقى فيها شقوق وعدسات وحتة كده بتمص المية اه سوري الاكسوجين عرفنا الاكسوجين بيدخل ازاي يلا نخرج مين قالك نخرج الكاربون دايوكسايد اول حاجة هنبدأ نعمل دلوقتي كاربون دايوكسايد اكسبيل لا اوتسايد نطرد الكاربون ايه؟ قالك ازاي باجا باي دايوكسايد عادي بننشر بنخرج الجازات من البيلانت للاكسترنال انفايرومنت وده بيحصل عادي جدا بسهولة الار او للصويل طيب من الديبسا الكاربون دايوكسايد بيخرج ازاي الديب دي بعيد عن الهوى حضرتك قالك بيمر من الزيلم بيمر من الفلايم وبعد كده يروح للإستمتة ويخرج زيلم سهلة مبلوعة يعني اتنفسنا اكسوجين وخرجنا كاربون دايوكسايد انا حاسة ان الموضوع فيه سلام داخلي اوكي نكمل الريليشن العلاقة ما بين الفوتو سينسس وما بين الريس بيريشن انا حاسة بيح تغادر اصبر اصبر الفوتو سينسس احنا خدناها زمان لما حضرتك عادت تقولي دارك ري اكشن وتمسك لي الطاقة وتلف هالي وكالفن موفن وحاجات غريبة كده والريس بيريشن ده التنفس هتربطهم طيب احنا عندنا حاجة اسمها كلورو بلاست عندنا حاجة اسمها ايه قالك وينهابن الكولورو بلاست is reversed in the mitochondria يعني ايه الكلام ده عكس الميتو كندريا هتفهم هتفهم البلاستيد بتعمل حاجة اسمها فوتو سينسس اه فبتطلع جلوكوز واكسوجين استنى كده البلاستيد لما بتعمل فوتو سينسس بتطلع جلوكوز واكسوجين كلام موجود الجلوكوز والاكسوجين بقى بيروحوا للميتو كندريا عشان تكسرهم واتطلع منها انرجي من خلال عملية اسمها ريس بيريشن عاشة يبقى البلاستيد ده اللي بيسحب الاكسوجين تمام والسانلايت وشوية الحاجات وبيعمل فوتو سينسس فيطلع للجلوكوز انا موافق ودي عملية سميناها الفوتو سينسس انا راضي عن انت بتقوله ده بعد كده الجلوكوز ده هيروح للميتو كندريا يحصل له ريس بيريشن عشان يطلع انرجي اوكي كلام معقوه كلام معقوه والكربون دايوكسايد والووتر اللي خارجيا من الريس بيريشن فاكرة الكربون دايوكسايد والووتر اللي بيخرجوا من الريس بيريشن بيروحوا للبلاستيد لان ليهم دور فعملية اسمها الاه الفوتو سينسس امممممممممم يبقى ادي اللايت انت بتعملي الفوتوسنس ادي اللايت اه الرسمة دي انا بحبها اللي كان جواها جرانا وجرين بلاستيد وعدت تقول لي جرانا ودسك حلو وعدت تقول لي حاجات غريبة كده هي عما بتاخد اللايت وبتبدأ عملية الفوتوسنس عشان تتزيني جولوكوس واكسوجين الجولوكوس والاكسوجين دي هيروحوا الميتوكوندريا عشان يطلعوا لي وتقوم الميتوكوندريا مطلعة وبرخلال عملية ووتر عشان يروح لمين للبيلاستيد وهكذا ده وليك ده وليك صعبة هو ده هو ده مين ادي البلانت ادي الجار ادي الجلاص ادي كل حاجة عملوا تأكيد بقى التجربة الحلوة دي جابوا البلانتا وحبسوها في برطمان وخلوها تتنفس واكدوا فعلا ان بيخرج من البلانت كربون دايوكسيد لان الكربون دايوكسيد عمل تربيدتي في اللاي موتور عمل تربية يعني ازاي هيخلوه يتنفس يعني ازاي هيخلوه يتنفس وهو مقفول عليه من ناحية ايه ان اهم ازاي ان بيعرفوا كلام ده دلوقتي جبنا البلانت واسبناه وقت النهار محطوط عادي جينا باللل روح نقفين عليه بجار ببرطمان فاحنا عارفين دلوقتي انه اكيد فيه كمية اكسوجين موجودة وفيه كمية كربون دايوكسيد اكيد موجودة جوه الجار ده احنا بقى حبسنا كده البلانت باكسوجين وكربون دايوكسيد عايزين نتأكد من وجود الكربون دايوكسيد هاو حطينا جميه ليوموتر ماء الجير ماء الجير ده لما بيشوف الكربون دايوكسيد على طول بيتاربت يعني بيعكر يعني بي ايه فاجئنا الجرين بلانت وحطناه في جلاس بليت وحطناه في بيكر صغير وجوه البيكر ليوموتر وجوه البيكر ليوموتر وجوه البيكر ليوم ايه وقعتنا مستنين بقى مغطين الجردل ده ومستنين حلم بس هنتفاجئ ايه حصل التربة ده قال لك والله ما تنساش ان الجر اللي احنا شغالين به بنغطيه ببلاك بيس اوف كولوزيس لازم هدوم او حاجة سودا عشان نحافظ على اللايت بعيد عشان نحافظ على اللايت ايه بدل من النبات يروح مطلع اكسوجين وبوزرنا التجربة ويعمل فوتوسينسيز عالصبع احنا عايزين نعمل فوتوسينسيز ولا يخرج كربون دايوكسيد يبقى لازم نقفل عليه كويس عشان يفضل بعيد عن الطب ويخرج الكربون دايوكسيد يبقى ستوب وقفنا الفوتوسينسيز وخلنا نخرج كربون دايوكسيد اللي بيخرج عادي من الريس بايريشن هنلاقي اللاي موتر بيتربط وبكده اثبتنا خلاص فعلا ان البلانت بيتنفس ان البلانت ايه صعبة حلو فقال لك والله الجريب بلانت بيتنفس وبيطلع كربون دايوكسيد فعلا ودلع عقر مع الجير حلو قال لك والله لو عملنا التجربة اثنين وثلاثة دي هيبقى لو مفيش كربون دايوكسيد مش هيبقى فيه تربيد يبقى البلانت بيعمل وبيطلع كربون صعبة ايه رأيك ما شرحش حاجة يعتبر حاجة بسيطة جدا الراجل ما يعتبرش جال اي ايه اي حاجة خلاص اوكي اه تعالي نقرأ الخطوة التانية والتالتة دي حضر جهاز تاني بس ما كهوش اي بلانت فما فيش تربيدتي وحضر لايموتر في جلاس تاني ولكن في نبتة عادية فيها هوا ومتعرضة للهوا فالنبتة العادية دي هتروح عامل ايه على طول فوتوسينسيس وبالتالي في الخطوطين دول مش هيحصل تربيدتي هوا ولا دو ها هوا ولا دو الفوتوسينسيس الاتنين وانتي السادة اي انه هوا مغطهاش ايوه بس صعبة شطورة اوكي تعالي ندرتش اوكي وليلي الاير بيدخل منين في القبزة في جرد لقدامك ده اه من الناوس يا سبحان الله ام طب ليه في الماوس يعني ما فيش حاجة تانية بتدخل الناوس ايه ده اه النوز النوز وايه تاني الناوس اه لازم الاتنين يبقى الاجابة بتاعتي المفروض ان الاير بيدخل من الاتنين ده ده شاب تركيب نبدأ فبيقولك هنا الاير بيدخل للنك بيتبلي فين اما الاير بيدخل للنك بيحصل له عملية اللي ابتلال فين بيبدأ يترطب فين لو دخل منين من الماوس ولا من النوز من النوز بيترطب لو دخل من الماوس ما حصلش دي كانت مهمة النوز خلقت ربنا عمل ميوكاس ميمبرين هنا عشان الميوكاس ميمبرين تسخن الهوى لو كان بارد وترطب الهوى لو كان نافش اه ناشر اه اه يبقى نمبر تو اللي بعضية الميوكاس ميمبرين موجود فين هم 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 لا دي 2 and 7 2 and 8 وطبيئة جسمك كله متغطه بميوكاس ميمبرين عادي تبصي في الكتاب لو كنت ناسبالك معه الجزء اللي بيطلع مع الفويس بوكس او قلبة الصوت نمبر كام المسؤول يقص حال مين من دول مفوهوش كارتليج كارتليج اللي هي الغضاريف مين من دول مينفعش يبقى فيه كارتليج او غضاريف مين غلط مين المنطقة دي فقط هي اللي ما ينفعش يبقى فيها اي كارتليج ده بقول ده زي فيه مين مين فيها كارتليج ايه المشكلة في مين اللي بعدي مين من دول مليانة بلد كابلة اللي تتوقعي فيها دم كتير مين سابن بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اجيب بردو ده بطول ايه ده بطول ايه بطول عشان النوز طول عمرها مليانة دم بدليل انها بتحمر اصلا لما بيبقى فيها اي حاجة اللي احمرت مليانة دم كتير ناين عشان خاطر هي اصلا للمكان اللي بيغزل بلد بالاكسوجين فلازم تبقى مليانة دم فحتى اللي بيغلط بيختار ايه ناين بس محدش عمره هيختار حاجة تانية غير ده او ده السيليا اللي موجودة في التراكية عارفاها؟ بتزق الميوكس والحاجات الغريبة ناحية ايه هم السيليا الاهداب اللي بتبقى في التراكية بتزق الميوكس والحاجات الغريبة ناحية ايه هم ايه اللي بعد التراكية؟ الفريكس اه الريسبيراتوري تراكت بيعمل كل الوظائف دي مع اده حاجة ايه هي؟ هم لازم اه ده لا فكر 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 هو بيعمل كل الحاجات دي معا ده مين? ها? ده ما قلت? انت قلت ايه? اه بعد كده قلت لك اني ماشي. ماشي. اللي بعدي اه. حل? مين من دول ما بيأثرش على او على معدل الترفق? نفكر. ما بيأة صح. الانظام صح? من الجراف اللي قدامك ده. تمام? ده غازات. اوكسوجين. ونايتروجين. وكاربون دايوكساين. تمام? ها. قريلي بقى. من الجراف اللي قدامك اللذيذ ده. ها. مين اكتر حاجة? الاير اللي بيخش اللانك. ها. مين الاير اللي بيخش اللانك. هيبقى نسميته ايه? مم. مم. الاير اللي بيخش اللانك. هو الهوى بشكل عام. مم. اعلى نسبة فيه مين? لا واحد وعشرين في المية اوكسوجين طولة. اه كاربون? لا. نايتروجين. نايتروجين بيبقى عالي. تمام? مم. والكاربون دايوكسايد قليل. والاكسوجين بيبقى نسبته واحد وعشرين في المية. فعلا. اكس. اكس. او اللي خارج بقى من التولانك. بيبقى مليان اكتر حاجة فيه كاربون دايوكسايد. مم. لانه خارج. فبيبقى مين? مم. اللي بقى ديها. يلا. او اللي بقى مين من الجمهن؟ مين من الجمهن؟ بي. بي. لا تتقريب. الاماون? لا تتقريب في المترجم 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 mt. مم. لكل الكائنات بتعمل كل بينفز اوبسوجين وبيطالع سنين. الحاجة الوحيدة كمية الايه? الشكر اللي بقضي. كل دول هيزودوا الريد في معادة واحدة. بقضي. سي. ليه. راشد صارت اسمه. ايه سي اوتي. ايه سي اوتي. طيب. لو زاد البي اتش. تمام? ده معناه ان احنا محتاجين فعلا نتنفس. اوكي. لو زاد الكربون ديوكسيد بنتنفس. لو زاد البلد اسيدتي بنتنفس. الحاجة الوحيدة اللي مش ماشية مين? ديكريز الهيبوغلوبين. ديكريز مين? اللي بعضي. في رمزة اوبزيت. مين من فيه اعلى حاجة سي او تو? او تو؟ او لو دلوقتي احنا لسه. تمام? اه. دخلين للرقة. صح ولا لا? اه. لسه دخلين. فلسه قريدي. نسبة السيوتو. علي ولا قليلة? علي. جدا جدا جدا. ولسه ما خناش ايه. انها مش بيدخل من اه. تمام. حال. اللي بعضي. اللي بيدخل من تسري الهوى. الدم كله داخل من ايه? من طول. حال. اللي بعضي. مين من دول? مالوش علاقة? بالريزون اوف سبيد اوف بلات ترانسبورت اكسوجين بريزينت انتولانك. غلط? ايه? الهوى اللي بيدخل جوا اكسوجين كتير اكتر من اللي احنا بنحتاجه. هده كده? هل ده منطقي? ولا احنا بنحتاج كل حاجة? اه. فقال لك ده ده مالوش علاقة بسرعة الترانسبورت ايه? بتاع الاكسوجين. اللي بعضي جايب لك امبوبتين وبيسألك عليه. بيقول لك ده بيشرح التجربة بتاعة التنفس في بعض الانيمال. وضح اللون هيحصل في ايه? اه. لا. ان هو ايه? ايه مش احب كده? ليه بقى? مش احب. دلوقتي ده اه ده انا ما اللطيف. حطت هنا. تمام? بيعيشوا في التنفس وفي الحبر. الكلار دين. دلوقتي دي ميا. اوكي? ودي جلاس بول. دي ميا ودي ايه? جلاس بول. حلو. الهوى. يدخل ازاي? لو انت ركزت كده هتلاقي والله ده حلو? هيدخل انورد. اما اللي موطر او الهوى هيبى خارج ايه? اه. اللي بعضي. من الجراف من دول. اللي بيوضح العلاقة ما بين الاكسوجين والتغير بتاع السيكنس بتاع الرئة. عايزة السيكنس يبقى كبير ولا صغير? ده سهل. هتعرف يتحلي. طبيعي جدا. حلو? معدل الاكسوجين هيزيد. لأ غلط استني. كلما الجدار زاد كلما تخن الجدار زاد. معدل الاكسوجين هيقل. فكده تخن الجدار بيزيد. طيب معدل الاكسوجين ا Arri been? مان شthitngides. عايزين الجدار تخين ولا الفايع? عشان الاكسوجين يعدي. اا رفيع. وحنا كده كلما الاكسوجين كان عالي الجدار كان رفيع. لما الجدار تخن اهو بيزيد يبقى الاكسوجين هيقله? حال. مين اللي بيعمل جهاز جوه النباتة? الحاجة الاساسية اللي بتعمل جهاز اكس اتشانج. صح. حال. مين العملية اللي انت حس انها ممكن تكون حصلت هنا اسمها ايه? لا. والله دخل كاربون دايكسايد وخرج اكسوجين الراجل. يعني راجل دخل كاربون دايكسايد قدامك وخرج اكسوجين. يبقى عملية حال. حال اللي بعضيها بيقولك البلانت هاي انرجي ارجانيك كومباوند. حال زينيوز زيم تو اكستراكت انرجي. يعني جاب مركب كبير وطلع منه انرجي. اللي حصل جوه البلانت. ايه? صح. الاخيرة زا قبز اتفجر في الشكل اللي قدامك ها ايه اللي بيحصل? او ايه المركب اللي هيخرج. یقع جوه البلانت. او ايه البلانت. او ايه اللي بانت! ايهل؟ مورف! ايه؟ مورف! ايه!! الكربوهايدريت. سهلة ولا سعبة? دمع خفيف. اوكي? يعني الاسئلة بشكل عام يعتبر دمها ايه? خفيف. قوليلي بقى. دلوقتي هنا. كل ده هيخليك تتنفس اوتوماتيك مع دمين. فالسؤال ده فيه تيكاي. المفروض تبقى الاجابة انكريز بي اتش. انكريز مين? ليه? هو انكريز بي اتش. معناها الدم بتاعك. بقى قسد ولا بيز? لما تزيد. بقى بيز? بقى بيز. تمام? وبالتالي الدم دلوقتي لما بيبقى بيز جسمك بيعكسه. وده مضوع ده مبيحصلش اوتوماتيك. مضوع ده ما بيحصلش ايه? قوليلي. فيها تريكات ومع كده تعتبر ايه? بلاتينة. هنرجع ازاي? ان شاء الله. تمام? انت شابتورة. وكده هنبدأ نراجع. بالدرس ولا بالشابتر? حل. هنرجع بالشابتر. كل مرة ان شاء الله من المرات اللي جاية. هتلاقيني. هعملك المتحان. في اول موضي الاجزام. اه. وثاني موضي الاجزام. يعني المرة جاية متحان في كم حاجة? اول. حاجتين. الاولاني والثاني. الاولاني والثاني على اول شابتر? الاولاني والثاني دول من الموضي الاجزام. اللي هو على كل الشباتر. البندي هنذاكري امتحنين. بيه جبته? انا اذاكري الامتحنين. اه. انا كنت اذاكري كل درس. لا هنذاكري الاول اللي امتحنات. مع ايه بقى? حل شابطر وان كان طويل. فبلاش افترة. مع اول درسين في شابطر وان. حل? هجا عيد. معاك اللي امتحنين. وناخد اول درسين في شابطر ايه? امام. تمام? تاني مرة. تاني امتحنين. وهكذا. مع جزء. لحد ما تخلص. وكده تبقى خلصتي الكتاب بامتحناته باسئلته بكل حال. سهلا? ده بيجرم في جهة الانسرش صح او لا?